أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام في إحاطة موجزة لأهم الأنباء ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في عفرين شمالية حلب يوم أمس لثلاثة بينهم امرأة وإصابة ستة عشر آخرين بجروح متفاوتة معظمهم من الأطفال إثرى قصف براجمات الصواريخ شنتهم ميليشيا قصد المتمركزة في المناطق المجاورة استهدف المنازل السكنية وسط المدينة وتسبب أيضاً بأضرار مادية في ممتلكات الأهل تمكن مقاتل الفتح المبين من صد محاولة تسلل مجموعة من عصابات الأسد على محور ديرسنبول في جبل الزاوية وأثناء الاشتباكات وقعت المجموعة في حقل ألغام ما أدى لوقوع قتلى وجرح في صفوفها ورافق محاولة التسلل قصف مدفعي من قبل العصابات على قرية ديرسنبول جنوب إدلب سقط عدد من القتلى والجرح في صفوف ميليشيات الأسد بقصف مدفعياً للفتح المبين استهدف مواقع الميليشيات في معسكر جورين غرب حماة كما تم استهداف مواقع أخرى لها بالمدفعية في قرية أحنتوتين شمال معرة النعمان جنوب إدلب إضافة لقنص ثلاثة عناصر أحدهم قناص في أرياف إدلب وحلب رداً على قصف مدينة عفرين شنت القوات التركية وغرفة عمليات عزم ضربات بالمدفعية وراجمات الصواريخ على مواقع ميليشيا قصد شمال حلب فيما أعلنت عزم صد محاولة تسلل للميليشيا على جبهة دير مشمش جنوب عفرين بالإضافة لتدمير آلية لها بصاروخ موجه على محوري تويس قرب مدينة مارع الشمال حلب وصلنا معكم إلى نهاية هذه لحاطة أترككم في أمان الله إلى اللقاء